هنا بميدان الحرية لمدينة أمتيمن حاضرة ولاية السلامات احتشد سكان المدينة منذ الصباح الباكر للاحتفال بالذكرى الثانية وسلاسين لعيد الحرية والديمقراطية التي أشرقت شمسها فجر الأول من ديسمبر عام 1990 الذي جاءت بفضل جهود الأبطال من أجل كرامة الشعب الشادي على رأسهم الراحل مشير شاد إدري السجبي إتنو مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ MPS ترأس المناسبة حكم الولاية عبد الله إبراهيم صيام بحضور قائد المنطقة العسكرية رقم 10 بالنيابة الروبيت تركي إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالولاية حيث بدأت المناسبة بوطع إكلل من الزهور على قبر الجندي المجهول تمجيدا وترحما لأرواح شهداءنا البواسل الذين بزلوا القالي والنفيس من أجل مصلحة الوطن والمواطنين واختتمت المناسبة بتقديم عرض عسكري من غبل الوحدات العسكرية بالولاية اشتركوا في القناة